استقبل رئيس مجلس مدينة بلغراد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والأفضل مرافقة له في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصل التعاون بين مصر والسربيا ناقش الجانبين خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة اهتمام سربيا بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات والزراعة وصناعة الأدوية من جانبه أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع سربيا معضحا أن السوق السربيا تعد بيئة جاذبة للاستثمار المصري كما أكد المستشار عبدالرازق على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للشركات المصرية للمشاركة في المشاريع السربية الكبرى